الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين معكم العبد الفقر إلى الله سعيد الوسيني المواليد 78 ضواحي طنجة عن مشلوة كبرت في طنجة حفظت القرآن على الواليد رحمه الله أكملت السنة الثانية عشرة كنت حاملة لكتاب الله بعدها سدرشت في علم الشرعية في طنجة في مدارس الشتاء على أيدي علماء والحمد لله انتهى من المطف إلى هذا البيت الذي قضيت فيه أكثر من 23 سنة صراحة نحن شعور دينا دائما شعور إيماني رمضان وغير رمضان وخاكل الإغلاق كنا كنا نعملوا في البيت كرمنا الله بالواليدة كنا نجمعوا الإخوان وجيران صراحة ما كانش يجعمل شي فارخ ولكن كي بخذك الجو الإيماني جو الرباني دي المسجد الناس كتحبنا القرآن ما كتحبش استخزينها ولكن كتحبنا القرآن وهذا فضل من الله الحمد لله يا رب العالمين هذا فضل ما كي شي فضل أكبر منه الحمد لله المسجد كنت أصلي التراويح في مسجد الرياض في مرشل كان عندهم ختم ديال ليلة القدر فأحد الأحباء رشحني أنني أقيم الليلة فهنا من هنا البداية صليت حزب كامل بعد العيد اتصل بصاحب المسجد وأعرض عليها الفكرة كانت الفكرة أنني نائب الإمام ولكن الحمد لله بعد السمر ريت وطلب مني الزواج على أنك تبقي كندرس ما كانتش عندي الفكرة أصلاً ولكن الحمد لله لقنا المسائل العلي لسردي والوالد رحمه الله كانت الرغبة رغم أنني ما كانتش عندي الرغبة لكن الوالد رحمه الله كانت عنده رغبة أنني نكون إمام في أحد المسجد قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولم شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إذا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون شوف ذلك فضو الله يؤتيه من يشاء ما أقدرش نقول لك شي حاجة أكثر من هذا يشهد الله كنعمل لك شي محبة والناس كي حبونا لله كي الناس طنجة كاملة في مدخلنا في مجلسنا أنا ما كان عروم شو لكنوا ما كيعرفوني وهذا فضل من الله فضل من الله إحنا عايي سبب وكان عملك شي بسيط ورب يسمحنا وتعالى كي يبارك فيه والله الحمد لله القرآن القرآن خصو الرغبة خصو الرغبة وخصو تقوى الله أهم حاجة يكون تقوى الله أول حاجة كي يكون تقوى الله من الوالدين الوالدين يعمل لك ذك الأساس باش تقلس عليه الأساس بس حفظ القرآن إلا ما كنشهد الأساس هذرا ما يكوش أبدا خصو الحب حب القرآن أهم حاجة يكون عن الوالدين باش كي غرصوه في الأولاد إلا ما كنشهد الحب هذا إنسان عيكي ذكي على الوقت ولكن إلا كانت الرغبة وكانت العازمة وكانت تقوى الله أكيد سيكون سيكون ثمار طيبة إن شاء الله ورمضان شهر الغفران شهر تعتق فيه الرقم من النيران شهر تفتح فيه الجنان وتغلق فيها وبالنيران شهر رمضان خصو الأغتنان خصو الإنسان يصبار ويتجاوز على أشياء ويرحم أهم حاجة أهم حاجة تكون الرحمة فيما بيننا رحمونا يرحموهم الرحمن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله إن الله تغفور رحيم الشباب الشباب الله يهديهم والله يهدينا نحن معهم يعيشوا في وقت صعيب وقت صعيب يعني ما اللومو مشي يعني الأماكن اللي كيمشوا حنا ما عيشناش في حالك دا ولكنهم ما يعيشوا في وقت صعيب اللي غير يخرج ناجي من هاد الفئة يراها رأفاز تقوى الله أهم حاجة ورجعوا إلى التاريخ شوية الشيء اللي عم تعطلت عيشوية الشرح تكرفصنا والناس بدأس كاتسيئاس بدأس حاجة بسيطة ولكن مجرد أن يسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ربي غير يخل بيدنا إن شاء الله سيدين نحن نبادلهم نفس الحب اللي كي حبنا ولما كي حبنا إسنحنا كنحبوه عشنا على هذا الأساس هذا والحمد لله من هالي جتلي هنا كان جاء كبقى واحد ما قولك تقول صاحب الماجد السوري الله يطور في العمر دي لومسكين قال لي على أن ناجتي إلى المكان لكنا الحاجة البرق رحمة الله عليه كان في الأيام الأخيرة دياله قال لي رأي تخضيتي واحد مكان رأي الناس يصليوا الآلاف وراء البرق وخصيك تعطي الإشعاع وهذه الفكرة هذي ما كانش عندي لأنه ما كانش عن بلغ المستوى ذي البرق وربي سبحانه وتعالى أكرمنا ونرجع عندي قليتنا البرق خليتنا اللور قلت له كل شيء من فضل الله والحمد لله كل شيء من فضل الله الله يهدينا الله يهدينا على بعض هذا الشيء ليك الله يهدينا الشيء لك أنت الرحمة في مبيلتنا كل شيء للقلبه قصح شوية الله يهديه الله يهديه الله يرزخنا السلامة والعافية إن شاء الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد